أمام ارتفاع معدل تضخم وعدم الرضا بشأن تصدي الحكومة للزلزال يواجه أردوغان وحزب العدالة والتنمية أصعب تحدي انتخابي منذ وصوله إلى السلطة وأحدث انتكاسة سياسية للرئيس التركي هي رفض وزير المالية السابق محمد شيمشك الانضمام إلى إدارة أردوغان وجاء قرار شيمشك الضليع بالأسواق المالية بعد ساعات من اختيار زعيم حزب إسلامي ناشئ عدم الانضمام إلى تحالف الجمهور بقيادة حزب العدالة والتنمية كما أن قرار وزير المالية السابق جاء بعد وصوله لقناعة أنه لا يثق في إمكانية إقناع أردوغان بتغيير سياساته الاقتصادية غير التقليدية خاصة أن شيمشك الذي يلقب بقيصر الاقتصاد قال إنه لا يخطط للعودة إلى العمل السياسي بسبب انشغالاته مع المؤسسات المالية في الخارج ولأجل ذلك يجد حزب العدالة والتنمية نفسه مجبرا على إيجاد بدائل لتقوية فريقه قبل دخول غمار انتخابات ستشهد منافسة قوية في شهر مايو المقبل وهذا السبب جعل أردوغان يستنجد بدعم حزب هامشية وخاصة وأنه يواجه احتمالا جادا بالخسارة إذا أجريت الانتخابات وفقا للقواعد في المقابل يحظى مرشح المعارضة كمالك الإجتار أوغلو بدعم أكبر مجموعة سياسية غير منحازة في البلاد هذا وأعلن حزب الشعوب الديمقراطية التركية المؤيد للأكراد عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية في انتكاسة محتملة لمساعر رئيس أردوغان للفوز بفترة جديدة يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطية هو ثالث أكبر حزب في البرلمان ويحظى بنسبة تأييد تتجاوز العشرة في المائة على مستوى تركيا ومن المتوقع أن يلعب دورا حاسما في الانتخابات الرئاسية وفي حال هزيمة أردوغان في الانتخابات بعد أكثر من عقدين في السلطة ستكون له تداعيات قوية ليس فقط على المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط بل في العالم بأسرح اشتركوا في القناة